سيتم الآن شرح شاشة بيانات العملات في برنامج المحاسب الأول يتم الدخول إليه من قائمة التهيئة بيانات العملات طبعا هذه الشاشة نستطيع من خلالها تحديد العملة المحلية للنظام ويقصد بالعملة المحلية تلك العملة التي سوف تظهر بها جميع تقارير الحسابات الختامية الميزانية العمومية الأرباح والخسائر حساب المتاجرة المركز المالي وغيره كما أننا نستطيع إدخال أكثر من 99 عملة مختلفة أجنبية دولار درهم إماراتي ريال سعودي وغيرها أما خطوات استخدام الشاشة على النحو التالي الضغط على زر الإضافة اختيار عملة محلية كعملة للنظام ثم كتابة اسم العملة ريال يمني ثم رمز العملة YR الفكة فيلس ثم نقوم بعملية الحف الآن سوف نقوم بإضافة مثل عملة أخرى دولار يتم الضغط على زر الإضافة عملة أجنبية دولار الإسم دولار رمز العملة الفكة سنت حف ريال سعودي مثلا كعملة أجنبية ريال سعودي رأس مثلا الفكة هل لا ثم نقوم بعملية الحف نستطيع استعراض هذه العملة من خلال ضغط على السهم الأزرق الآن سوف نقوم بالدخول إلى أسعار تحويلات العملات نستطيع الآن دخال سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل للعملة المحلية فقط نقوم بالدخول إلى العملات واختير مثلا دولار سعر الصرف مثلا مائتين وخمستاشر ثم نقوم بعملية الحف مثلا الريال سعودي سعر الصرف سبعة وخمسين ونقوم بعمليات الحف شكرا شكرا شكرا